بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدكتور السابع الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين لما ذكر الله سبحانه في أول السورة أصناف الناس وأن منهم المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر أوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المحلحون ثم ذكر الكفار إن الذين كفروا شواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلى قوله ولهم عذاب عظيم ثم ذكر المنافقين وهم الصنف الثالث فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لما ذكر هذه الأصناف الثلاثة نادى سبحانه نداء عاما لجميع الناس بدون استثنى المؤمنين والكفار والمنافقين وكل من هو من الناس من ذكر وأنثى وخر وعبد وعربي وأعجمي وملك ومملوك ورعاة ورعية كل الناس فهو نداء لكل عاقل من بني آدم والأغنية والفقراء كل داخل في هذا النداء يا أيها الناس فهو خطاب موجه من الله جل وعلا إلى جميع الناس لأجل أن ينتبهوا ماذا سيقول لهم سبحانه وتعالى بعد هذا النداء العام يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا هو الذي أمرهم به ناداهم من أجل أن يأمرهم بهذا الأمر العظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم ذكر سبحانه دليل استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله فلا تجعل لله أندادا هذا دليل وجوب عبادته سبحانه ما دام أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الكون كل شيء بمشيئته وأمره وإرادته وتقديره سبحانه وتعالى فهو المستحق للعبادة والكفار معترهون معترهون بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت المدبر لجميع الكون معترهون بهذا كما في آيات كثيرة ولكنهم لا يمتثلون أمره بالعبادة فيعبدون سواه ويعبدون غيره من الأشجار والأحجار والأموات والأولياء والصالحين توجهون بعبادتهم إلى غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر من الأمر شيئا بل هو عبد مدبر فقير إلى الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا ذكر العبادة في مواطن كثيرة من القرآن تارة يخبر أنه ما خلق الخلق إلا من أجل عبادته كما في قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وتارة يرسل الرسل للأمر بعبادته وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وقال سبحانه وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاوُوتِ قال نوح لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال هود لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال صالح لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال شعيب لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واشكروا له إليه ترجعوا وجميع الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يأمر الناس بعبادة الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلاه أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلاه يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهفدوا وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وليس المقصود يقولونها بألسنتهم ولكن يقولونها ويلتزمون بمدلولها ومعناها لأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه وأما من قالها بلسانه ولكنه لم يعمل بما تدل عليه فصار يدعو غير الله فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله ليس المراد النطق بلفظها بدون التزام لمدلولها ومعناها فالله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم في مواضع كثيرة الأمر بعبادته وأنه أرسل الرسل من أجل الأمر بعبادته وحده لا شريك له وقال سبحانه وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ وَقَضَى رَبُّكَ أي أمر ووصى أمر ووصى أمر مثل قوله في هذه الآية يا أيها الناس أعبدوا الله فمعنى قضى هنا أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى أن تفردوه بالعبادة وتتركوا عبادة ما سواه وهذا هو التوحيد هذا هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله بالعبادة هذا هو التوحيد التوحيد ثلاثة أنواع كما قرر أهل العلم ذكروا أن التوحيد ثلاثة أنواع مأخوذة من القرآن الكريم بالاستقرأ لا رابع لها ثلاثة أنواع النوع الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإيماتة وتدبير الأمور والحياة والموت وهذا كل الخلق معترهون به معترهون به ضرورة ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يحكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فالكفار معترفون بهذا النوع من التوحيد ولم يدخلهم في الإسلام لأنه ليس هو المقصود ليس هو المقصود هذا كل معترف به ولم يجحده إلا شذاذ من البشر جحدوه في الظاهر وهم يستيقنون به في الباطن وقرارة أنفسهم فمن أقر بهذا فقط ولم يزد عليه فليس بمسلم ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وهم يعترفون بهذا التوحيد توحيد الربوبية لأنه ليس هو التوحيد المطلوب وإنما التوحيد المطلوب هو النوع الثاني وهو توحيد العبادة إفراد الله جل وعلا بالعبادة هذا هو المطلوب من الخلق والنوع الأول دليل عليه وبرهان له وبرهان له دليل عليه وبرهان له فالأول وسيلة والثاني هو الغاية وهو المقصود وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرين كلهم يقولون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون جميع الرسل جاءت بالأمر بالتوحيد والنهي عني الشرك هذا أمر مجمع عليه بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو المقصود بالدعوة وهو الذي يدخل في الإسلام من قام به وحققه وينجيه من النار أما النوع الأول فإنه لا يدخل في الإسلام ولا ينجي من النار فالمشركون معترفون به ولم يدخلوا في الإسلام لم يدخلوا به في الإسلام ولا ينجيهم من النار المشركون والكفار في جهنم بلا شك من مات على الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات كل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله والصفاته فإنها في النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم هذه أسماء وصفات الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هذه كلها أسماء وصفات الله لا إله إلا هو الحي القيوم أسماء وصفات هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسن ولله الأسماء الحسن فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هذا هو توحيد الأسماء والصفات ومعناه أن أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وأن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات هذا هو توحيد الأسماء والصفات إذن فالآيات التي تتحدث عن الكون وعن أفعال الله جل وعلا وقدرته وإرادته فإنها في توحيد الربوبية وكل الآيات التي تتحدث عن العبادة والأمر بها فإنها في توحيد الألوهية وكل الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات فلابد للعبد لا بد للعبد أن يقر بجميع هذه الأنواع وأن يثبتها لله ويعمل بمقتضاها ويدين الله جل وعلا بها هذا هو الموحد الذي أكمل وأتم التوحيد أما من اقتصر على نوع دون الآخر فإنه غير موحد لأنه لم يستكمل التوحيد الذي جاء به القرآن الكريم وجاءت به الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقوله تعالى أعبد الله هذا من النوع الثاني توحيد العبادة والعبادة مأخوذة من اللغة العبادة في اللغة معناها الذل والخضوع الذل والخضوع يقال طريق معبد يعني مذلل ومسهل للمشي عليه طريق معبد يعني مذلل ومهيأ للسير عليه هذا معناها في اللغة وأما معناها في الشرع فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطن فيدخل فيها كل ما شرعه الله جل وعلا من أنواع التقرب الدعاء عبادة وهو من أعظم أنواع العبادة كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة فمن دعى غير الله من الأولياء والصالحين والأموات واستغاث بهم واستنجد بهم أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء والرسل من دعى غير الله فهو مشرك لأنه صرف العبادة لغير الله العبادة هنواع أعظمها الدعاء وهو طلب الحوائج من الله جل وعلا الدعاء قسمان دعاء عبادة وهو الثنى على الله جل وعلا ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله جل وعلا ويجب إخلاصه لله جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء سماه دينا وسماه عبادة إن الذين يستكبرون فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سماه عبادة وسماه دينا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو العبادة بمعنى أنه هو أعظم أنواع العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج هو أعظم أركان الحج كذلك الدعاء هو العبادة أي هو أعظم أنواع العبادة فمن دعى غير الله طالبا منه تفريج كروباته وقضى حوائجه من الأموات والغائبين سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو جنيا أو إنسيا من دعى غير الله فإنه مشرك الشرك الأكبر فمن قال يا عبد القادر يا علي يا حسين يا بدوي يا رفاعي يا هلان أسألك المدد الإغاثة الإغاثة فهذا يدعو غير الله حزوجه المشرك الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة وإن كان وإن كان يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم فإن الإسلام لا يتناقض الإسلام لا يتناقض منه شيء لله شيء لغير الله عز وجل الإسلام كله لله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا رميسهم فمن استسلم لله وحده فهو الموحد المؤمن ومن استسلم لله ولغيره فهو المشرك ومن لم يستسلم لله فهو المستكبر وكل من المشرك والمستكبر في نار جهن فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة كذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع أنواع الطاعات كلها من أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الذبح لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي والنسك هو الذبح ونسكي الذبيحة التي يتقرب بها التي يتقرب بها هذه لا تكون إلا لله فلا يذبح لمخلوق يتقرب إليه بالذبيحة لأن الذبح عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قرن النسك بالصلاة فكما لا يصلى لغير الله كذلك لا يذبح لغير الله وقال جل وعلا فصلي لربك وانحى صلي شهقة قرن النحر مع الصلاة فصلي لربك وانحى النحر هو الذبح على وجه التقرب والعبادة لا يكون إلا لله جل وعلا أما الذبح لأجل الأكل اللحم وتوسع في ذلك هذا من المباحات هذا من لكن الله بد أن يذكر عليه اسم الله جل وعلا فالذين يذبحون للأصنام ويذبحون للقبور ويذبحون عند الأحجار والأشجار يتقربون إليها ويظنون أو يذبحون للجن يذبحون للجن ليسلبوا من شرهم بزعمهم هؤلاء الذين يذبحون لغير الله مشركون الشرك الأكبر المخرج من الملة لأنه لا يجوز التقرب بالذبح إلا لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فالذين يذبحون للأضرحة يأتون ويعكفون عند الأضرحة هياما معلومة ويأتون بالذبايح ويذبحونها عندها هذا فعل المشركين الأولين هذا هو فعل المشركين الذين يذبحون للأنصاب والأصنام ويتقربون إليها فالذي يذبح لغير الله سواء من حجر أو شجر أو جن أو إنس أو أولية أو صالحين أخياء أو أموات لا يجوز هذا إلا لله فالذي يذبح لغير الله على وجه التقرب يكون مشركا الشرك الأكبر يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وترك هذا الشيء وإن وجد الناس عليه وجدها البلد عليه وجد فلا يلتفت إلى عوايد الناس وإلى ما عاش عليه الناس ما يلتفت لهذا يلتفت للقرآن وإلى السنة النبوية وإلى ما قاله أهل العلم المحققون الذين هم القدوة ولا يخضع لعوايد الناس أو يقول أن فلان ذبح للقبر وحصل له مقصوده ذبح للقبر يبي ولد وجاه ولد ذبح يبي وفا دينه ووف وف يدين نقول هذا والعياذ بالله استدراج حصل له مقصوده من باب الاستدراج من الله سبحانه وتعالى والإملة أو أنه صادف قضاء وقدرا قضى الله أنه يحصل له هذا الشيء وظن أنه حصل له بسبب ذبح للقبر أو تقربه للقبر فحصول المقصود لا يدل على إباحة الشيء الذي يدل على الإباحة أو التحريم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك النذر النذر عباده قال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم قرن النذر مع الصدقة والصدقة عباده فدل على أن النذر عباده ومدح المؤمنين فقال يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير مدحهم على ذلك فالوفى بالنذر عباده وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه نذر الطاعة عباده لله عز وجل كأن ينذر أنه يتصدق ينذر أنه يذبح لله ذبيحه ويوزعه على الفقر ينذر أنه يصلي كذا ركعات يصوم كذا يوم كل هذا نذر طاعة يجب الوفابة وهو عباده فمن نذر لغير الله فهو مشرك من نذر للقبور والأضرحة والأولياء والصالحين يكونوا مشركا الشرك الأكبر وهذا يقع كثيرا عند عباد القبور ينذرون للقبور ويجعلون صناديق للنذور على القبور على القبور تجمع فيها النذور للقبور ويظنون أنهم إذا فعلوا هذا أنه يحصل لهم ما أرادوا فيتقربون إلى الأموات بالنذور ينذر للقبر الفلاني كذا وكذا من الطعام من النقود من الأطياب من كذا وكذا ينذر للقبر قبر الولي أو قبر فلان أو علان هذا مشرك الشرك الأكبر لأن النذر عبادة والعبادة إنما تكون لله فإذا أردت أن تنذر تنذر لله تنذر لله عز وجل ما تنذر لمخلوق وكذلك صلة الأرحام هذه عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة طلب العلم عبادة الجهاد في سبيل الله عبادة الدعوة إلى الله عبادة تعلم العلم وتعليم عبادة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى وهي على قسمين بل هي ثلاثة أقسام العبادة على ثلاثة أقسام قسم يكون على اللسان مثل التسبيح والتهليل والتكبير والثنى الذي يتحرك بها ويعمل بها هو اللسان وعبادة بالقلب مثل الخوف والخشية والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل والمحبة هذه أعمال قلبية عبادة لله عز وجل يجب أن تخلص لله عز وجل لا يحب مع الله غيره محبة العبادة قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني يشركون في المحبة يحبون أصنامهم ويحبون الله هذا شرك الواجب أن تفرد المحبة محبة العبادة أن تفرد لله عز وجل فكل هذه أنواع من العبادة عبادات قلبية لا تظهر على على الجوارح ولا على اللسان وإنما هي في القلب وعبادات على الجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله هذه أعمال على الجوارح تظهر يصلي الإنسان ويركع ويسجد ويجاهد في سبيل الله ويحج ويعتمر ويطوف ويسعى ويقف في المشاعر كل هذه أعمال بدنية على الجوارح ولا بد في جميع هذه الأنواع الثلاثة القولية والقلبية والعملية التي على الجوارح لابد أن تكون خالصة لله عز وجل لا يدخل فيها شرك لأحد لقوله تعالى في حديث القدس أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا بريء وأنا منه بريء فالله لا يقبل العمل الذي فيه شرك شرك معه سبحانه وتعالى فمن دعى الله ودعى غيره من ذبح لله وذبح لغيره ومن فعل أي نوع من أنواع العبادة وأشرك فيه مع الله أحدا فإنه يكون مشهد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرا في سياق إنه تعم جميع الأشياء لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته سبحانه وتعالى لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين العبادة حق له سبحانه فإذا دخلها شرك بطلت فكيف بالذي يصرف العبادة كلها لغير الله هذا أشهد العيال بالله يا أيها الناس اعبدوا ربكم إذن عرفنا معنى العبادة وأنواعها وأنه مع العبادة الله لا بد أن يترك عبادة ما سوى فإن عبد الله وعبد معه غيره لم يكن عابدا لله سبحانه وتعالى ولهذا قال في آخر الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك ومن استكبر ومن ترك عبادة الله فهو مستكبر ومن عبد الله وترك عبادة ما سواه فهو المؤمن الموحد يا أيها الناس اعبدوا رب اعبدوا ربكم من هو الرب هل هناك رب غير الله ما أحد من البشر يقول نعم هناك رب غير الله المؤمنون والكفار كلهم يقولون الرب هو الله قل من رب السماوات السابع ورب العرش العظيم سيقولون لله هم يعترفون أن الرب هو الله سبحانه وتعالى مدام يعترفون أنه هو الرب فلماذا لا يعبدون ولهذا قال اعبدوا ربكم مدام تعترفون أنه ربكم فلماذا لا تعبدونه أو تعبدون معه غيره لماذا اعبدوا ربكم ثم ثم فصل سبحانه وتعالى البرهان والدليل على وجوب عبادته سبحانه وحده لا شريك فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم وأنتم تعترفون بها تعترفون أنه هو الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لا أحد اشترك في خلقكم أو خلق من قبلكم لا أحد خلقكم غير الله ولا أحد اشترك مع الله في الخلق فهو المنفرد بالخلق الذي خلقكم والذين من قبلكم هذا من باب الإلزام لهم كيف تعرفون وتعتقدون أنه هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم ثم مع هذا تعبدون غيره وتدعون سواه سبحانه وتعالى ولهذا في الآية الأخرى واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين كل الخلق كلهم خلق الله سبحانه وتعالى أولهم وآخرهم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا رجاء أي أنكم إذا عبدتم الله جل وعلا الذي خلقكم والذين من قبلكم حصلت لكم الوقاية من عذاب الله الوقاية من عذاب الله فلا يقي من عذاب الله إلا عبادة إلا عبادة الله جل وعلا اتخذوا وقاية بينكم وبين عذاب الله وذلك لا يكون إلا بعبادة الله وحده لا شريك له فمن لم يعبد الله أو عبد الله وعبد معه غيره فإنه واقع في العذاب لا يقيه شيء ولا يمنعه شيء من عذاب الله فلا يمنع من عذاب الله إلا عبادة الله وحده لا شريك له هذه الوقاية الوحيدة فلا تنجو من النار وتنجو من غضب الله ومن المحذور إلا بعبادة الله فهي الواقية هي الواقية من عذاب الله فمن لم يحقق العبادة لم تحصل له هذه الوقاية ثم قال سبحانه ثم قال سبحانه معددا معددا أفعاله العظيمة التي يستحق بها العبادة دون غيره الذي جعل لكم الأرض فراشا جعل لكم الأرض فراشا خلقها وهيأها جعلها فراشا تفترشونها تجلسون عليها تنامون عليها تسيرون على ظهرها تسافرون يمينا وشمالا سلك لكم فيها سبلا هذا هو الفراش الفراش ما يفترشه الإنسان تحته ففراش الخلق هي الأرض يفترشونه حتى ولو جعلوا تحتهم شيء من الفرش أو من السجاجيد أو من البطانيات فالفراش الأصلي هو الأرض الفراش الأصلي هو الأرض وهذه إنما هي وقايات وإلا الفراش في الحقيقة هو الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدة مبسوطة تسيرون عليها وتجرعون عليها وتأكلون من إنتاجها وتشربون من مائها وتسكنون على ظهرها وتدفنون فيها بعد الموت وتبعثون منها يوم القيامة أنتم مرتبطون بالأرض خلقها الله لكم نعمة منه سبحانه وتعالى وأيضا ثبتها وجعلها قارة ثابتة مستقرة لا تتزلزل ولا تضطرب ثبتها بالجبال الرواسي والأوتاد التي خلقها الله فيها فرست واستقرت فتمكن الناس من العيش على ظهرها والبناء على ظهرها وتبادل المصالح على الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وأكلوا من رسل أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور تسمعون الآن عن الزلازل والعياذ بالله الزلازل المدمرة تتحرك الأرض حركة يسيرة ما تعدو ما تعدو ثواني ما تصل إلى الدقائق ويهلك بها أمم تنهدم بها ديار بكاملها ويحصل للناس فزع ويخرجون من المباني يخرجون إلى العراء وهي ثوان يسيرة تحرك الأرض حركة يسيرة فيحصل هذا الرعب ويحصل هذا الخوف ويحصل هذا الدمار من الذي ثبت الأرض وجعلها قارة إلا الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء يعني وجعل السماء التي هي الطباق السبع الطباق فوقكم بناء يعني سقفا البناء هو السقف وجعل فيها مصالحكم من الشمس والقمر والنجوم لكم مصالح من هذه السماء هي من نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم والسماء بناء كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل من السماء الماء الذي به حياتكم وحياة بهائمكم وحياة أشجاركم وزروعكم وحياة المخلوقات وجعلنا من الماء كل شيء حي مادة الحياة الماء من الذي أوجده وجلبه في السحاب وسيره وأمطره على الأرض هو الله جل وعلا أنزل من السماء يعني من السحاب أنزل من السماء أي من السحاب لأن السماء يطلق ويراد به ما على وارتفع يسمى سماء ويطلق ويراد به السبع الطباق والمراد هنا للسماء ما على وارتفع لأن السحاب فوق الأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض فالمطر ينزل من السحاب والذي يكون السحاب ويلقحه بالماء ويسيره ويأمره بالمطر هو الله جل وعلا ويسكنه في الأرض هذا المطر يتخزن في الأرض لأجل حاجة الناس تمسكه الأرض ويكون في بطنها في مخازن يفجر منه الناس ويزرعون ويشربون خزانات في الأرض إلهية خزانات إلهية في الأرض وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون لو شاء الله ما خزن مش أو راحوا خلاكم ولرأيتم أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لو أن المغار والله لو تجيبون لو تجيبون قوات الدنيا ما تستطيعون إيجاد الماء إذا الله جل وعلا أذهبه عنكم تهلكون جميعا وأنزل من السماء ماء هذا هو الله جل وعلا ما فعلت هذه الأصنام ولا القبور ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الأموات ما أنزلت المطر من السماء الذي ينزل المطر من السماء هو الله جل وعلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أيضا ما يكفي إنزال المطر قد ينزل المطر ولا يحصل منه نفع قد ينزل المطر ولا يحصل منه نفع لكن الله جل وعلا أخرج به من الثمرات رزقا لكم فأمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبت هو الذي أمر بهذا سبحانه فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب يعني من المطر ثم شققنا الأرض شق يعني بالنبات تنشق الأرض عن النبات فأخرجنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غولبة وفاكهة وأب وهنا يقول فأخرج به من الثمرات ولم يحدد ليشمل جميع الثمرات المتنوعة المختلفة هذا من آيات الله إنه ماء واحد لاحظوا ماء واحد وتربة واحدة ويخرج بها ثمرات متنوعة الطعوم والألوان والروائح وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أنه أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت وأخرجت من الثمر رزقا لكم فعل الله هذا رحمة بكم ورزقا لكم ولو شاء لما أنبتت الأرض ولا وجدتم هذه الثمرات التي تأكلون منها وتتفكهون وتتفكهون بها هذه من الله جل وعلا لا من غيره وهم يعترفون بهذا كل البشر يعترفون بهذا لو تجمع العالم كله ينبتون شجرة ما استطاعوا ما استطاعوا ينبتون شجرة يمكن يعمل صورة شجرة لكن ما يجعل فيها الروح التي تحيا به الشجرة والإنبات والإثمار ما يستطيعون وإن كانوا مهرة في الصناعة أو مهرة في الطب ومهرة في العلوم الدنيوية ما يستطيعون نبتون شجرة واحدة ولو على سبيل المستحيل لو أنهم أنبتوا شجرة ما استطاعوا أن يخرجوا منها الثمر الذي يقدر على هذا هو الله جل وعلا وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء شركاء في عبادته أنداد في أي شيء في عبادته لأنهم ما يجعلوا لله شركاء في ربوبيته أبدا وإنما يجعلون له الشركاء في عبادته وهذا من العجائب والتناقض فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في عبادته التي أمركم الله بها في قوله يا أيها الناس أعبدوا ربه وأنتم تعلمون تعلمون أن خالق هذه الأشياء هو الله وما دام أنه هو الخالق لهذه الأشياء ولا تنكرون هذا فكيف تعبدون غيره وكيف تعبدون معه غيره هل هذا إلا من السفاهة وضياع العقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فالمعصية بعد العلم أشد من المعصية عن خطأ أنتم تعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا ينزل المطر ولا ينبت الثمار ولا خلق السماوات ولا الأرض ولا شيئا منهما تعلمون أنه هذا خاص بالله جل وعلا تعلمون هذا فكيف تشركون معه في العبادة وأنتم تعلمون هذه إذن معصية بعد العلم وإصرار بعد قيام الحجة فلاحظوا أن الله أمر بالعبادة ثم استدل عليها بتوحيد الربوبية أمر بتوحيد الألوهية ثم استدل عليه بتوحيد الربوبية فهم ينكرون النوع الأول ويثبتون النوع الثاني وهذا من التناقض العجيب يعترفون أن معبوداتهم من دون الله لا تفعل شيئا من هذه الأمور لا هي التي خلقت السماوات والأرض ولا هي التي خلقت الناس أولهم وآخرهم ولا هي التي أنزلت الأمطار ولا هي التي أنبتت الأشجار ولا هي التي أخرجت الثمار يعترفون أن معبوداتهم من دون الله عاجزة عن هذه الأمور إذن قامت عليهم الحج ولزمهم البرهان ولم يكونوا فعلوا هذا عن جهل وإنما فعلوه عن علم وعيناد والعياذ بالله واحتجاج بما قاله فلان أو علان تقليد أعمى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون يجوز الاقتداب المخطي يجوز الاقتداب الضال لا يجوز هذا أن تعاقل أن تعاقل مدرك إذا رأيت الناس يقعون في الهلاك فلا تقع معهم انجوا انجوا بنفسك وتعمل الأسباب لإنجاء غيرك أما أنك تجامل الناس وتفعل ما يفعلون وهم على باطل فهذا هو المكابرة للحق والضلال المبين والعياذ بالله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إذن لو تقول لو تقول لعباد القبور اليوم عباد الأضرحة هل هذه القبور وهذه الأضرحة خلقت شيئا من السماء أو من الأرض هل هي تعمل هذه الأعمال التي أخبر الله عنها وتحدى عباده بها يعترفون يعترفون أنها لا تفعل هذه الأشياء وإنما يقولون نحن نعبدها أو نتقرب إليها لأنها تشفع لنا عند الله رد الله عليهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله لم يجعل الأصنام والأشجار والأحجار والمعبودات لم يجعلها شفعا عنده سبحانه وتعالى الشفاعة لله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا وهو الذي يأذن بها يأذن بها لمن يشاء أن يشفع بشرط أن يكون المشفوع به من أهل الإيمان وأهل التوحيد الشفاعة ما هي عبث كل من أراد يتخذ له الشفيع الشفاعة لها ضوابط ولها حدود منها شفاعة مثبتة وشفاعة منفية فالشفاعة التي يطلبها المشركون على اختلاف أصنافهم منفية كلها كلها باطلة أما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بإذن الله جل وعلا وتكون في من هو من أهل الإيمان وأهل التوحيد لا شفاعة في مشرك ولا في كافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفيعين يطع فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والأنداد هم الشركة وقد فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلا تجعلوا لله أندادا فسرها بأنواع من الشرك الأصر لأن الآية عامة فلا تجعلوا لله أندادا أندادا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصر فقد لا يكون عند الإنسان شرك أكبر لكنه يقع في الشرك الأصغر فيكون داخلا في هذه الآية قال هي قول الرجل ما شاء الله هو شئت لولا الله وفلان لولا لولا البط لأتانا اللصوص إلى غير ذلك مما يضاف إلى المخلوق دون الله عز وجل فهذا شرك أصغف داخل في عموم الآية الكريمة هي تشمل الشرك الأكبر تشمل الشرك في الألفاظ هذا شرك في الألفاظ لا في الاعتقاد وهو من التنديد نوع من التنديد وإن كان أصغر فهو من اتخاذ الأندر فإذا قلت لولا الله وأنت هذا لا يجوز يعني جمعت بين الله وبين المخلوق على حد سواء لولا الله وأنت لا بد أن تقول لولا الله ثم ثم أنت ما شاء الله ثم شئت تأتي بثم لأن الواو لمطلق الجمع والتسوية وأما ثم فهي للترتيب والتراخي فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا شريكة لمشيئة الله سبحانه وتعالى هذا والتصحيح ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ند قل ما شاء الله وحده ما شاء الله وشئت هذا الشرك لأنه سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة والصواب أن يقول ما شاء الله ثم شئت فتأتي مشيئة العبد مرتبة على مشيئة الله سبحانه وتعالى لا مشاركة لها كثير من الناس يتلفظ بهذه الألفاظ عن جهل عن عدم علم ويظن أنه ما تضر لولا الله بفلان لولا ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من الألفاظ لولا كذا وكذا لحصل كذا وكذا هذا لا يجوز لولا الله وأنت كل هذا ما يجوز لأنك سويت بين الله وبين المخلوق في هذه الأمور فهذا شرك ولكن لما لم تعتقد بقلبك صار شركا أصغر ولو اعتقدته بقلبك لصار شركا أكبر فيجب تجنب هذه الأمور تحقيقا للتوحيد وابتعادا عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا أندادا في عبادته سبحانه وتعالى وفي أفعاله وجميع ما يختص به سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون أنه لا ند له تعلمون أنه لا أحد يساويه سبحانه ولا يماثله ولا يشابهه سبحانه وتعالى تعلمون هذا وتعلمون إن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أنزل المطر وهو الذي أنبت النبات وهو الذي أوجد لكم هذه النعم تعلمون هذا ثم تدعون معه غيره من من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيء من الأمور ولهذا قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون من يخلق هو الله جل وعلا كمن لا يخلق من الأصنام والأوثان والمعبودات من دون الله هذه لا تخلق فكيف تشرك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض يا الله قل العباد الحسين عباد العباد البدوي عباد الرفاعي عباد فلان وفلان عباد الأضرحة قل لهم ورون وش خلقوا من الأرض ورون خلقوا جبلا خلقوا عباد